اشتركوا في القناة وردت طلبات عدة فرق برلمانية تريد عقد اجتماع طارئ مع الوزير ليشرح الصيغة المجهولة التي وضعها للموسم الدراسي المقبل وردت على اللجنة طلبات فرق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي إضافة إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل قصد مناقشة الإجراءات والتدابير الوقائية التي سترافق الدخول المدرسي وكان المسؤول الحكومي نفسه أكد أن الوزارة اشتغلت على مخطط متكامل لتدبير الموسم الدراسي المقبل وخاصة محطة الدخول المدرسي استنادا إلى ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وأوضح أمزازي أن الفرضية الأولى تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضور مئة بالمئة وتانيا ترتبط بحالة وبائية تتحسن ولكن تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية حيث يتم تطبيق التعليم بالتنوب بين الحضور والتعليم الذاتي أما الفرضية الثالثة فستتعلق بتفاقم الحالة الوبائية ويتم في هذه الوضعية الاحتفاظ بالتعليم عن بعده فقط دمتم سالمين ونشكركم على حسن الإنصات والمتابعة